ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية في فيديو اليوم يا جماعة راح نتكلم عن جيسون ستيثم الممثل البريطاني وبطل الأكشن وأحد أشهر الوجوه في عالم هوليوود مش بس هوليوود في العالم كله أي واحد في الشارع ورية صورة جيسون ستيثم حتى لو ما يعرف يقول يا بطا عرف وهذا مو اللي يضارب ويكفز ويكسر الدنيا الممثل اللي يرفض انه يجيب ممثل بديل علشان يؤدي المشاهد الخطيرة بالنيابة عنه الممثل اللي صرح انه يكره أفلام الأبطال الخارقين ويشوف انه شغلهم مجرد لعب أطفال وخلفيات خضرة وكلام فاضي الممثل اللي يسبح ويغوص ويلعب كرة قدم ومحترف شطرنج ويتزلج على المياه ويتسلق الجبال ويلعب كاراتيه وكيك بوكسين وكونغ فو الممثل اللي ثروته تجاوزت 1500 مليون دولار أمريكي آدم يتقوله مين قدوتك في الحياة ما رح يقولك البتشينو ولا رح يقولك روبرت دينيرو ولا حتى مار رمبراندو تسأله مين قدوتك في عالم التمثيل وفي الحياة يقولك سلفستر ستالون وبروسلي الممثل القادح اللي ما بعد قدحته قدحة وفي فيديو اليوم ما رح نتكلم عنه زي باقي الممثلين رح نتكلم عنه بطريقة لقب قداحته ليش؟ ببساطة لأنه إنسان قادح قادح وهي كلمة تقال للشخص الشجاع الذي يقدم على فعل الأشياء دون الاكتراث بعواقبها بمعنى ثاني يسول لبراسه وما همه أي شيء فلذلك عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه اشتركوا في القناة وما كنتم مشتركين وفعلوا جرس تنبيات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول ولو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك تعالوا تابعوني على المواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف ويلا نتكلم عن القادح جيسون ستيثم جيسون ستيثم يا جماعة هو ممثل إنجليزي من مواليد إنجلترا وبالتحديد يوم 26 يوليو سنة 1967 بمعنى أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 54 سنة وهو ابن الراقصة إيلين بيتس وابن التاجر والمغني باري ستيثم وأبوه مش مغني مغني يعني تقدروا تقولوا كده مطرب في حفلات صغيرة وإيش وأشياء بسيطة وجيسون ستيثم عنده أخ أكبر منه عازف قيتار اسمه لي تدروني يا جماعة جيسون ستيثم قادح لأي درجة لدرجة إنه لما كان صغير هو وأبوه وأخوه الكبير ما سكت معهم قالوا يا حبيبي نبغى نسوي فرقة موسيقية جيسون ستيثم قال أنا راح أعزف الطبول وأخوه قال أنا راح أعزف على القيتار والأب قال ومو مشكلة وأنا أغني وأسسوا الفرقة وفشلت الفرقة وكل واحد راح بيته ما صار شيء عادي استمرت على حياة القادح تدروني يا جماعة جيسون ستيثم لأي درجة قادح أبوه عنده كوشكات كده متفرقة في أرجاء إنجلترا يبيع فيها أشياء عشوائية وغريبة الأب يوم من الأيام قال لجيسون اسمه تعال بعطيك شوية كوشكات من اللي عندي ديرها أنت بنفسه وتدخل كمان من وراها قرشين حلوة لك وتصير ملكة جيسون تدروني ش قال له؟ قال له لا ما أبغاها ولا أبغى فلوسك ولا أبغى كوشكاتك فلوسي راح أجيبها بعرق جبيني وبكدي وكفاحي وسحب على أم التجارة وعلى أم العطاية اللي عطاه إياها أبوه وراح يدخل في مجالات رياضية كثيرة كذا دفعة واحدة يا ولد فلوس تجارة بيجنس بيجنس ما في فائدة قال له أبوه ما أبغى شكرا لك ومشه القادح تدروني لأي درجة جيسون ستيثم قادح يا جماعة لدرجة أنه تعلم الغوص والسباحة والكاراتيه والجوجيتسو والكيك بوكسينج يعني بس تقول له أحى راح تلاقي نفسك كذا في مكان أبيض فأبيض وتسمع من ربك ما دينه ومش بس كده تعلم التزلج على الأمواج وتسلق الجبال وصار لاعب شطرنج محترف جدا أتحداك تهزمه وكلها لأجل إيش؟ لأجل المتعة ترى كذا تعلمها كذا لأنه يبغى يتعلم الأشياء هذه القادح دروني لأي درجة جيسون ستيثم قادح يا جماعة لدرجة أنه دخل في بطولة العالم للغوص لمدة 12 سنة متتالية تعلم الغوص واحترفه وأخذ شهادات فيه ودخل في بطولة العالم للغوص لأكثر من 12 سنة بهدف أنه يبغى يجيب المركز الأول عالميا ولكن في النهاية وبعد 12 سنة أقصى مركز قدر يصله هو المركز 12 المركز 12 عالميا في الغوص حققوا جيسون ستيثم وبعدها انسحبوا وترك مجال الغوص للأبد ليش؟ لأنه قادح القادح تدرون لأي درجة جيسون ستيثم قادح يا جماعة لدرجة أنه بعد ما خلص من بطولات الغوص والزحمة هذه جال عنده واحد من وكالة عرض الأزياء وقال له اسمع ترى وجهك مر رجولي ويمثل الرجل البريطاني العادي ينفع تصير مودل جيسون ستيثم تدروا شو قال له قال له مودل مودل أصير مودل خايف منه وفجأة كده بعد الغوص وبعد الزحمة ذيك والرياضات والأشياء اللي سواها صار مودل وظهر في عدة إعلانات وفيديوهات موسيقية وفجأة ترك أم المجال وانسحب ليش؟ لأنه قادح القادح تدرون جيسون ستيثم يا جماعة لأي درجة قادح لدرجة أنه فجأة قرر يصير تاجر غير قانوني أحا يا وجيه تاجر غير قانوني إيش يبيع مخدرات؟ لا يا حبيبي الحين أقول لك اهدى عليها بس الأخ فجأة راح واشترك 100 بضاعة مقلدة كبيرة مجوهرات عطورات ساعات وغيرها من البضائع المقلدة ويشيلها يا حبيبي في شنطته ويروح يبيعها في شوارع لندن على الناس الرائحة والجاية وله طاق خبر لأحد تدروني يا جماعة جيسون ستيثم لأي درجة قادح لدرجة أنه قاي ريتشي المخرج قاي ريتشي راح لعنده في أحد عروض الأزياء لما كان موديل في حينكم ما تعرفون قاي ريتشي قاي ريتشي مخرج كبير ولاحقا جيسون ستيثم صار هو وياه يعنيش أصدقاء في الإخراج وفي العمل دائما يشتغل معه المهم قاي ريتشي يا حبيبي شافوا في أحد عروض الأزياء قالوا يا حبيبي تعال انت شكلك مرة رهيب ولزيز قالوا عندي فيلم جديد خادم اسمه وقالوا لي يعني سمعت انك انت يا جيسون ستيثم تبيعيش بضائع مقلدة كذا وحركات يعني لك في حركات الشوارع والحواري هذه ودي صراحة انك تجي تمثل معايا عندي لك دور حلو في الفيلم جيسون ستيثم قالوا أنا ما ليخايف منك حاجة أمثل معاك قاي ريتشي قالوا بس لحظة تعرف تمثل ما عمري مثلت حس انك تقدر تمثل ياب اقدر امثل يعني انت مستعد للتمثيل يا جيسون ستيثم كان مستعد ايو اعرف امثل وعمل تجربة الاداء جيسون ستيثم مع المخرج قاي ريتشي وبدون اي خبرة تمثيلية فاز بالدور وشارك بالفيلم بوم كذا قادحة القادح تدرون لأي درجة جيسون ستيثم قادح يا جماعة لدرجة انه النقاد بعث سنوات طويلة من مشاركته في عالم الافلام افلام الاكشن والكذب المبالغ فيها ذيك كاتبوا فيه مقالات كثيرة النقاد وقالوا انه ممثل يفتقد للعمق وادواره جدا متشابهة وكلها نفس الشكل تدرون ايش قال لهم قال لهم الادوار المتشابه هذه دخلت اكثر من خمسة مليار دولار حول العالم مقالاتكم النايمة هذه ويش دخلت لكم بوم لا وما خلص بعدها راح سووا افلام كذا بالين داخل ونفس الدور وبدون عمق زي ما يقولوا ليش لانه قادح بكيفه القادح تدرون لأي درجة يا جماعة جيسون ستيثم قادح لدرجة انه ما يحب يستعين باي ممثل بديل يؤدي المشاهد الخطيرة بالنيابة عنه 99% من المشاهد الخطيرة في افلامه يسويها بنفسه مشاهد قتالية خطيرة يسويها بنفسه مشاهد قفز ما بين المباني يسويها بنفسه مشاهد اطلاق نار وتفجير وشقلبة يسويها بنفسه المهم يا جماعة انه في مرة من المرات كان بيموت كان بيموت من قوة القدحة اللي هو فيها في فيلم المرتزقة او اكسبندبولز الجزء الثالث بالتحديد في احد المشاهد كان مفروض ان يسويك سيارة ويقعدوا كده ايش وتجي اطلاق نار وما يعرف ايش قالولو اسمع بنجيب ممثل بديل يسويق السيارة عنك يعني ايش عشان المشهد ممكن يصير خطير لا سمح الله صار بالسيارة حاجة قال لهم لا انا اللي راح اسويق السيارة وانا اللي راح اسوي المشهد الخطير هذا قالولو اوكي تفضل الله يعطيك العافي ركب السيارة وبدأ صور المشهد فجأة الفرامل خربت وطاحت فيها السيارة من مكان عالي ونزلت في البحر ولانه السيارة ثقيلة غرقت في الموية بسرعة ويا دوبك الولد تحت الموية يا الله يا كريم فك الحزام وكسر الباب وطق وخرج من السيارة وكمل تصوير ولا من شاف ولا من ديري ليش؟ لانه جيسون ستيثم القادح تدروني جماعة لاي درجة جيسون ستيثم قادح لدرجة انه مارفل مارفل اللي الكل يحلم انه يظهر فيها ولو ظهور بسيط عرضوا عليها دور قالوا له تعال عندنا لك دور نبقى تمثل فيه تدروني ش قال لهم؟ قال لهم لا في سنة من السنوات اتصل عليه كيفين بايك اللي هو مدير مارفل قالوا يا حبيبي جيسون ستيثم كيف حالك انت طيب؟ قالوا انا طيب الحمد لله انت كيف حالك كويس؟ قالوا الله كويس اسمع تجي تمثل معانا في عالم مارفل عندنا ادوار كذا بطال خارقين ودنا انك ايش نعطيك واحد منها جيسون ستيثم قال له لا ما بغا مع السلامة يا ولد ايش هلقاد حذي؟ المضحك في الموضوع يا جماعة انه في وقت سابق سوى لقاء جيسون ستيثم مع احد الصحف وقالوا له ليش ما تمثل فيه ادوار ابطال خارقين؟ تدروني ش قال لهم؟ قالوا ابطال خارقين سلامات يا حبيبي اللي كله فيلامهم خلفيات خضرة ومؤثرات بصرية وما يسووا اي حاجة حقيقية لا شكرا ما راح امثل فيها جدتي وهي جدتي لو حطها ورا خلفية خضرة تره هو قال كذا والله جدتي وهي جدتي لو حطها ورا خلفية خضرة واعدل عليها شوية مؤثرات بصرية راح تصير بطلة خارقة وش الصعوبة في الموضوع؟ لا يا حبيبي ما بغا ابطال خارقين مع العلم يا جماعة انه في احد نسخ كوميك سبايدرمان كان فيه نسخة يظهر فيها شخصية بولتشر اللي هي شخصية شريرة او الفيلن صرح كاتب الكوميك هذي بالتحديد انه اقتبس شكل شخصية بولتشر في هذه الكوميك على شكل جيسون ستيثم اوكي كوميك مو مشكلة يا جماعة في النهاية هي رسم قصة عادي لكن فيلم احاق خلفية خضرة احاق مافي انا سوي مشاهد خطيرة بنفسي سوبرماني طير انا اطير سوبرماني كسر الدنيا انا كسر الدنيا مافي خلفية خضرة ما يبغى تدروني يا جماعة لأي درجة جيسون ستيثم قادح لدرجة انه في سنة 2010 كان هو صديقته القديمة في حفلة فلو ضحكوا شرابوا طقطقوا وناسوا اي حاجة وفجأة الادمي دخل في مضاربة مع مجموعة هناك ما ادري كيف بدأت المشكلة ولكنه دخل في هذه المضاربة والمساكين اعطاهم رنهم رن الين خلهم يعضوا الارض اتصلوا بالشرطة وجات الشرطة فجأة جيسون ستيثم قرر هو وخوية وقال لها امشي خلينا نشرد قالت له نشرد نشرد وماله راح وسرق سيارة جيسون ستيثم هو وحبيبته وبدأوا يشرده انا بغاكم تخمنوا من القدحة ايش السيارة اللي سرقها جيسون ستيثم علشان يشرد من الشرطة بورش لا فراري لا لمبورغيني لا كرسيدة 95 برضو لا جليش يا وجيه ايش السيارة اللي سرقها علشان يشرد من الشرطة احب اقول لكم يا جماعة ان جيسون ستيثم سرق سيارة غولف علشان يشرد من الشرطة ومسكوه ودخل القسم ورجع خرج قادح قادح درون يا جماعة جيسون ستيثم لأي درجة قادح في سنة من السنوات برضو جات الجيسون ستيثم دعوة لحفلات بلاي بوي وهي شركة لها مشاريع إباحية لصاحبها هيو مارستين الآدمي هذا صاحب الشركة يحب البنات يحب النسوان يحب الأشياء لإباحية والعياذ بالله وكان كل فترة يسوي حفل كبير في قصره يجيب بنات وخشلعة وفساد ويعزم المشاهير والدنيا وراح وعزم جيسون ستيثم وصلت الجيسون ستيثم الدعوة وقبلها وراح حضر الحفل عالم الملادم يشرب ويفل ويضحك ويرقص وعايش حياته بجأة جو عنده البنات ليش المو مزبوطات كذا في مجموعة بنات كبيرة جمعهم صاحب القصر ويخلي المشاهير يتصوروا معهم قالولو يا حبيبي تعال بالله نباك تتصور مع البنات قال لهم لا يبنى حالة الصورة شوف الشيخ الكبير هناك صاحب الشركة قاعد يطال عايش من تدرك تتصور قال لهم ما بتصور يبنى حالة بنات حلوين ما شوف ملابسهم كيف كيوت لا ما راح أتصور أنا جاي أشرب وغير جو أرقص وفي الأمها ومشي انقلع البيت غير كذا ما عندي صور مع بنات من يعارفيش علانات ما عندي قالولو أجل معليش اطلع برا أوكي اطلع برا خايف منك انت وياو شاء نفسه مش ولا لو مو صاحب أقوى شركة مجلات إباحية ومشاريع إباحية لو مدري مين يمكن لو براك أوباما قالوا تعالوا تصور مع فلانا ما في ما يبغى ما يبغى قادح دروني جماعة لأي درجة جيسون ستيثم قادح لدرجة انه ما قرر يخلف أطفال إلا لما صاروا عمره 49 سنة ما صار أب رسميا إلا لما صاروا عمره 49 سنة أتعرف على بنات طلع ونزل أتزوج خطب فصل راح جاء طلع نزل لما صاروا عمره 49 سنة تيك الساعة قرر يخلف في سنة 2010 أتعرف على عرضة الأزياء والممثلة روزي أليس ومو على طول كمان بعد سبع سنوات زواج قال يلا خليني أخلف وجاب منها طفله الأول والوحيد وسماه جيك جيسون ستيثم يا جماعة قادح لدرجة انه دفع 10 مليون دولار علشان يشتري بيت مطل على المحيط في كاليفورنيا المشكلة مش هنا كيف يشتري بيت بعشرة مليون ولا بعشرين مليون المشكلة انه ما يروح البيت هذا اللي مرة مرتين في السنة وخلاص بس كذا اشتراه لانه يبغى يشتريه لانه يستطيع والله هو حاليا ترى ساكن في هوليوود في قمة هوليوود عنده كذا بيت صغيرون اشتراه بثنين مليون دولار بس البيت المطيل على المحيط هذا اشتراه كذا فازلأه قدعانه عنده فلوس كيفه قادح جدير بالذكر يا جماعة انه جيسون ستيثم اقل راتب ياخذ حاليا هو حوالي 10 مليون دولار عن كل دور يقدم وثروته الى تاريخ هذا الفيديو تقدر بحوالي 500 مليون دولار امريكي الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة شاركوني افلامكم المفضل للقادح جيسون ستيثم في التعليقات لايك لو اعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيع عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم